اكد معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب الدعم النيابية التام لكل توجه جديد يحقق المصلحة الوطنية العليا ومشددا بان وعي وادراك الشعب البحريني للتحديات التي تشهدها المنطقة والبلاد وتعامله الحضاري معها هو الضمان الافضل لمملكة البحرين رئيس مجلس النواب اضاف ان ما تفضل به حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليف عاهل البلاد المفدة في لقائه السامي الخميس الماضي مع عدد من المسؤولين في البلاد هو تأكيد للنهج الرشيد والسياسة الحكيمة ومعربا عن بالغ اعتزازه والسادة النواب بتشرفهم بالاستماع الى توجيهات جلالة الملك المفدة وبالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وبدعم المتأصل من سمو والي العهد واشار رئيس مجلس النواب الى ان التطورات السياسية الحاصلة والتحديات الاقتصادية الاستثنائية تستوجب التعامل السليم والتعاطي المدروس وفق شراكة مجتمعية قائمة على التعاون والتكاتف دون السماح لأي جهات مغرضة بالمساس بثوابط الوطن واشدد رئيس مجلس النواب ان امن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة هو من امن واستقرار دول الامة العربية والاسلامية واوضح رئيس مجلس النواب ان الموقف الخالجي والعربية المتضامن مع استقرار المملكة السعودية ومملكة البحرين وادالة التدخلات الخارجية هو موقف ثابت وراسخ وعرب المل عن تقدير وفخر مجلس النواب بدور رجال مملكة البحرين البواسل والمشاركين في ساحة العزة والشرف في الدفاع عن ارض الحرمين الشريفين والمساهمة بكل قوة وشجاعة وتضحية للذود عن الامة العربية ومصالحها واكد رئيس مجلس النواب المضي قدما في مسيرة الاصلاح والتطوير في المؤسسة التشريعية والعبل لصالح الوطن والمواطنين والحفاظ على المنجزات والمكتسبات ترجمة نانسي قنقر